أم رجاد من مصر السلام عليكم من شكرا جليل أبي رحمه الله كان يحبك كثيرا ادعي له الله يغفر له يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين تقول لدي سؤالان الأول أبي توفاه الله وكان أخذ قرض من البنك كان عليه إثم الثاني أبي مات فجأة ولم يكتب وصية ولكن في كلامه كان يريد أن يدفن في مكان معين ونحن لم نستطع أن ندفنه فيه بسبب ظروف كورونا ما الحكم في ذلك أما القرض أولا أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه في هذه الساعة المباركة وما دام أنه كان يحبني فأنا أبادله نفس الحب بالدعاء وأقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكل من وزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الأمر الثاني بالنسبة للقرض الذي أخذه يجب أن تسددوه وأن تستعجلوه في سداده وأن يأخذ هذا السداد من رأس مال التركة لا تمس التركة بشيء لنت تقضو هذا الدين الذي عليه وبعد ذلك تقول ما وصى شيء وإنما كان يرغب على أي حال أرض الله واسعة والمكان الذي دفن فيه هو يعني الإنسان إذا مات يتحلل وتذهب روحه فيعني إن دفن في المكان الفلاني أو الفلاني الأرض أرض الله والمكان واحد والمصير إلى الله عز وجل والإنسان بعد أن يدفن يتحلل ولا يبقى منه إلا عجب الذنب وهذه القضية أنا قلتها لكم لكن لا بس أنا أقولها لأن هذه توقف عقولنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب الذنب منه بدأ الخلق منه بدأ الخلق وفيه يركب يتحلل من الإنسان كل شيء بعد موته إلا عجب الذنب منه بدأ الخلق وفيه يركب شوف وفيه يركب انتبهوا معي وفيه يركب ماك اليخلاق موجود الإنسان موجود موجود أصله موجود كل الذين ماتوا أصولهم موجودا وهذه الخلية الجدعية المكتملة التي أبقاها الله عادة في أسفل العمود الفقري إذا مات الإنسان بقيتها حية العلماء تعاملوا معها بالحرق والطحن والكذا حية حية لي؟ لأن الله سيركبه يوم أن ينزل ماء الحياة يركبه ويبعثنا الله من جديد هؤلاء الذين ينكرون البعث لهم لا تستبعدوا سألوا الأطباء المتخصصين أهل الدراية ليقولوا لكم هذه الخلية حية وسيبعثك الله ويركبك منها من جديد لتقابل ربك ما قال يخلق كان يركب لأن الخلق إيجاد من العدم بينما هذه موجودة سيركبك الله منها لتعودك منك أنت فلان ابن فلان يعيدك الله على أي حال فأقول القضل لا بد له سددوا أما الدفن فلا مشكلة فيه بارك الله فيكم